ترجمة نانسي قنقر من القطاعين الحكومي والخاص وبهذه المناسبة أكد الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب أن تقديم الدعم والرعاية لأبناء وأسر شهداء الواجب البواسل وتعزيز التواصل معهم هي أحد أبرز الأولويات التي يواصل الصندوق تنفيذها تقديرا وعرفانا لما قدمه الشهداء من تضحيات جليلة دفاعا عن الوطن وحفاظا على أمنه ونمائه من جانبها أكدت السيدة سارة أحمد بحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين لسياحة والمعارض حرص الهيئة على تنظيم الفعاليات والبرامج الداعمة للصندوق الملكي لشهداء الواجب تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية بما يسهم في دعم الصندوق لمواصلة تحقيق الأهداف التي تم إنشاؤه من أجلها مضيفة أن هذه المبادرة هي فرصة لتواصل مع أبناء شهداء الواجب وأسرهم وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم